ندوس يفتح البرواز مكتب زي الفل قوي ومتين وحجمه سؤانا لكن معقول نرفع الديسكو توبون يتقفل ويرجع برواز في الحيطة يلا بينا نعمله مع بعضينا هنبتدي اول حاجة نجمع البرواز الخارجي باي طريقة نسبك جمع الاربع اضلع ممكن مثلا تجمع الخشبتين باستعمال مصامير البرغي العادية او لو تفضل استعمل الكويل لو عايز نقر ولسان اديها ما يهمكش براحتك ده شيء راجع ليك والامكانياتك انت المهم يبقى ماتين شوية انا المرة دي بفكر استعمل البيسكويت جوينتر اصص الاطراف على زاوية 45 وهركب في كل زاوية بسكوتين وعشان ارفع ثقب البسكوتة شوية حطيت قطعة اكريلك شفاف 2 ملي فوق قعدة الجوينتر كنا قدمنا حلقة عن البيسكويت جوينتر ده من سنتين مثلا ياريت تشوفها عشان هتعجبك قوي وحيعجبك الجهاز جدا تمام النقرة بتاعة البسكوتة شكلها حلو وبتقبل البسكوتة رقم زيرو القصة الـ 45 مع البسكوتات ما خليه الشغل امور وعاطفي وشكله هيبقى في الفينيش توحفة نبتلي بقى نقفل البرواز الخارجي بالغرة نجهز البسكوتات والقمط الايمة عشان تجمع لنا الاربع اركام بصورة صحيحة نديها بقى غيرة ونتوصى نركب البسكوتات نزبط برضو الجنب التاني وبقولك ايه هو طالما انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك والكل بقى اللي هيعجبه الفيديو سواء هينفزه او لأ ما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان نستمر معاكو في الخير تمام كده جمعنا البرواز وقفلنا عليه بالشريط الدعم نسيبه بقى ينشف يوم مثلا تمام كده فات يوم بسرعة اهو زي ما انتو شايفين وهنفك اسر البرواز من كل اللي ركبناه فيه منتاز البرواز من جوه مقاسه 70 سنتي فيه 50 سنتي بالزبط عشان كده بقى الصد قطعة اصغر ب2 ملي من جميع الاتجاهات بحيث انها تسقط جوه وتبقى سهلة تتحرك فاتح وقفل وهتبقى هي دي وش البرواز وصطح المكتب ممكن عشان نديها دعم وشكل حلو نركب لها اربع سدايف مشتوفة نحاوت بيها البرواز لكن قبل ما اركبهم لازم اركب الاول ميكانيزم الحركة بتاعتين خشب بعرض 7 سنتي مقصوصين بالشكل ده هركبهم في جنب البرواز بحيث يحركوه فاتح وقفل هركب واحدة هنا وواحدة هنا على ارتفاع 9 سنتي بس فيه تركة بسيطة ماينفعش اركبها من فوق بمصامير هتبقى ضعيفة لان الحملة هيبقى على سطح المكتب من فوق في نفس الوقت ده كونتر مع الضغط ممكن يفلق من المصامير عشان كده هحفر للمفصلة دي مكان في سطح المكتب اركبها فيه بحيث ان المصامير تتضرب بالعرض وضد الحمل والوزن اللي على الرف حفرنا المكان نقطتين غيرها ونسبت كوايل طويلة نشيل الزيادة عبال ما لغيرها انشف نحفر لتركيب مصمار كمان نخوش لراس المصمار نضرب مصمار بورما 5-6 سنتي كمان للدعم وبعدين بنقص الزيادة من الكوايل وتمام كده وممكن بقى ساعتها نركب البرواز الخارجي طبعا جل ملا يسهو الفتح اللي عملتها للمصمار طلعت وطية شوية لو ركبت المصمار راسه هتدايق او مش هعرف اركب السامولة فرفعت السوق بفوق شوية جيت بقى عند القعدة وسبت خشب بكلبسات عشان يريح عليه الرف مؤقتا عبال ما سبته نركب الضرفة السدايب صدق اهو والبرواز راكب في مكانه مؤقتا يجي بقى الشينيور من ورق الضرفة مسنودة كويسة هي بس سقطة لازم ارفعها شوية عن الرف اللي تحت فهحط تحتيها خشبتين رفيعيين يرفعوها هبابا وبالشينيور هعدي بقى اعمل مكان للمصمار وركبه تمام تمام عند الوضع العدل فقصة خشبة هنركبها هنا كده ورا وتبقى مصد للرف وفي نفس الوقت هستعملها ان يركب فيها من ورا الحامل اللي هعلق منه البرواز بالطريقة الفرنساوي اللي شرحناها قبل كده هنركب النص اللي ورا هنا كده وكمان ممكن نعمل رف ولا رفين لزوم الشياكة والشكل الامور هنركب الرف اللي قولنا عليه باستعمال البوكت جيك هول فهنعمل ثلاث فتحات نركب منهم المصمار حطت الغيرة وحركب الرف الخلفي مكانه هستعمل سدابة نفس سماكة التعليق الفرنساوي عشان اتأكد اني بركب الرف في مكانه الصحيح واربط المصمار تمام كده ثبتناها في مكانها وهنركب كمان نص التعليق الفرنساوي كده الرف بيتفتح يثبت هنركب بقى رف بالعرض هنا كده وللشكل العاطفي هنركب اي تشكيلة على زوقك بقى يا معلمي بعد كده بقى جبت ميكانيزم بتاع الفتح بالضغط قطعة صغيرة تركب في الضرفة واللسان يمسك فيها لزوق يفتح كلنا عارفينها ركبتها في البرواز واللسان بقى يزوق سطح المكتب يفتح معانا اقفل يقفل زي الفل وركبت كمان المصمار وقصيت الزيادة ووردة بعد السامولة ووردة في النص ووردة عند راس المصمار زي ما عملنا في الكورس المحمول رب تكونوا فاكرين كده القفل والفتح سلنصيه اخر جنزبيل نروح بقى للمكان اللي هنعلق فيه المكتب البرواز نعلق النص التاني من التعديق الفرنساوي بكم فشر وكم مصمار ونجيب المكتب بالتصوير العكسي السحلابي الدحلابي نركبه مكانه نحط بقى شوية اكسسورات لزوم التصوير والمونتاج وقناة اليوتيوب بقى ضحكة عمر قديم وبقى عندي احلى مكتب للمساحات الدايقة والسؤان انا اشوفكم بخير وكل سنة وانتم طيبين سلام عليكم اشتركوا في القناة